ربما روسيا وحتى الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق دون أن تشعر في محاولة الحفاظ على مصالحها هي تحولت بشكل أو بآخر إلى لوبي إيراني مقابل الجهود الأمريكية للخروج من هذا الاتفاق كم يضعف هذا من الناحية الاعتبارية الغرب في مقابل المصالح؟ أولا علينا أن نشدد على نقطة في غاية الأهمية القيادات الأوروبية هي ليست لوبي لإيران القيادات الأوروبية تنتقد السلوك الإيراني في المحيط تريد تغيير السلوك الإيراني هي تريد تنازلات بالنسبة لمشروع إيران الباليستي ولكنها تريد الحفاظ على الاتفاق النووي لأن الاتفاق النووي لا يتعامل مع المسارات الأخرى السلوك الإيراني في الإقليم العربي والشرق الأوسط هم يوافقون الرئيس الأمريكي على أنهم يريدون مفاوضات جدية مع القيادة الإيرانية من أجل إضافة بنو جديدة أو توسيع الاتفاق النووي في حين أن الرئيس الأمريكي بالفعل لديه يبدو أنه لا يريد الدخول في مفاوضات جديدة يريد إلغاء الاتفاق والضغط على إيران وأن يجبر إيران على تغيير سلوكها بالقوة من خلال عدة آليات القيادة الروسية أيضا علينا أن نتذكر ما يحدث في سوريا الآن يعني أنا وغيري من المراقبين يعرفون تماما أن الروسية هي تملك السيطرة على السماء في سوريا لديها دفاعات جوية في غاية التقنية ومع ذلك لا يبدو أن القيادة الروسية الحقيقة تضغط على إسرائيل أو تفرض أي نوع من الالتزام بعدم القيام بعمليات هجومية في سوريا وهذا يدل لا روسية هي لوبي لإيران ولا القيادات الأوروبية هي لوبي لإيران السؤال الرئيس الآن هل يمكن الحفاظ على الاتفاق النووي بعد خروج الولايات المتحدة الكل يحاول ذلك أنا قراءة المتواضعة تقول بأن هناك خلافات عميقة بين أجلحة النظام في إيران إيران إسراتيجية إيران تحاول امتصاص الصدمة تحاول اللعب على الوقت لا تريد الحقيقة الخروج الآن ولكن في نهاية المطاف يبدو أن القيادة الإيرانية سوف تصل إلى قناعة أن القيادات الأوروبية لا يستطيعون إعطاها ضمنات بالنسبة للتعاون الاقتصادي لأن العقوبات الأمريكية سوف تكون قاتلة لكل شركة تعمل مع إيران ويبدو أن القيادة الإيرانية تريد أن يكون لديها أوراق في الأسبوع القادمة أنا لا أستبعد من المحتمل أن تخرج إيران من الاتفاقية النووية لك تستطيع الحقيقة لعب هذه الورقة مع القيادات الأوروبية والنظام الدولي ترجمة نانسي قنقر